على طاولة المشاورات بين الاطراف اليمنية في الكويت تدور النقاشات في حلقة مفرغة على حين تشهد الساحات الميدانية تطورات عسكرية متلاحقة تأكس عدم التزام الانقلابيين بالهدنة وفشل محاولات الحكومة الشرعية في التوصل الى سلام امام طرف لا يؤمن بغير السلاح امام هذه الحلقة المفرغة التي تدور حولها طاولة المشاورات وتصاعد خروقات الانقلابيين على الارض ارتفعت نبرة التحالف العربي بقيادة السعودية التحالف العربي وعبر بيان اصدره الاثنين يعلن انه سيعيد النظر في جدوى استمرار الهدنة التي بدأت في منتصف ابريل الماضي اذ ان الهدنة لا تكون في طرف واحد في ظل عدم التزام طرف الانقلابيين بل ان الميليشيات الانقلابية الحوثية المتحالفة مع الرئيس المخلوع صالح تعاملت مع الهدنة باستغلال الالتزام قوات الشرعية والتحالف العربي بها وتمكنت خلال فترة الهدنة من اعادة انشاء منصات لاطلاق الصواريخ الباليستية صوب السعودية ولاعادة ترتيب تموضعها العسكري على مستوى الجبهات الداخلية بيان التحالف العربي حول اضطراره في امكانية اعادة النظر في جدوى استمرار الهدنة جاء بعد اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا اطلقته الميليشيات الحوثية عملية اطلاق الصاروخ الباليستي باتجاه السعودية رافقها خطابا حوثيا اخذ طابعا تصعيدي يتجاوز حاجة المشاورات لاجواء ايجابية ويدفع باتجاه معاكس لغاية السلام تناسقا مع المساعي الايرانية لتثبيت قوة الحركة الحوثية في البوابة الجنوبية للخليج اشتركوا في القناة